قد رفع المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية جلسته الاعتيادية برئاسة السمو الشيخ عبدالله بن خالد الخليفة رئيس المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية وقد رفع المجلس أسماءات التهاني والتبركات لمقام عهل البلاد المفدى ولصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وللعهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطنية منويا بما تحقق من منجزات على مختلف الأصعدة كما هنأ المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على إقرار برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة مشيدا بروح التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفي سياق منفصل دع المجلس إلى العمل الإسلامي على تعزيز أواصر الوحدة الإسلامية والوقوف في وجه دعوات الفتنة والتفرقة والطائفية مستذكرا في هذا الصدد الجهود الخيرة التي بدلها فقيد الأمة الملك عبدالله بن عبدالعزيزة لسعود طيب الله ثراءه لجمع الكلمة وللم الشمل والتأسيس للحوار والتعاون والوحدة مواربا عن ثقته في قدرة المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواصلة هذا الدرب النير بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزة لسعود إلى ذلك سنكر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الاعتداءات والاقتحامات المتكررة التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك من قبل الاحتلال الأسرائيلية موسيقى